هتقولنا حد باسم تقيل اسم قوي حسب مصادر يعني في اتحاد كرة القدم مطروح اسمين اولهم ادي ما ايه وتراما من بدري يعني فلما لقوا هجوم شديد جدا على ادي ما ايه سربوا وقالوا ايه مش هنجيبه لكن انا بقول لحضراتكم هو فعلا تم طرح اسمه وفي رأيي هو اختيار غير مقبول خصوصا ان تمت اقلته مؤخرا يعني من سنة تقريبا او يمكن اقل من سنة من في اخر تعديل في لجنة الحكام مش متذكر من وقت الدقيق لكن في اخر تعديل لجنة الحكام اقلته مش مثلا والدفع لا اقلته فلازم خبير الاجنبي اللي حييجي يكون عنده خبرات ومستوى عالي في الكرة والتحكيم اللي عاوز اقوله هي دي الرسالة الاهم كلاتنبرج كشف تفاصيل كتيرة جدا تؤكد تؤكد ان المشكلة كبيرة وتؤكد ايضا ان اتحاد كرة القدم ما عندوش القدرة على حماية الكوادر اللي شغال فيه يعني راجل اتشتت وتم الخوط في عرضه والكلام وصله والترجم وراح اشتكى لاتحاد كرة القدم قالوا له بقى اروح ارفع عضية انا شخصيا مش حزا انا مع تجربة الخبير الاجنبي لانه الخبير الاجنبي بيجي مش شايف احمر ولا بيض ولا اصفر ولا اخدر ولا اي حاجة الخبير الاجنبي اللي جاي عايز يطور التحكيم وعايز يضع العدالة التحكيمية للتمنتاشر نادي للتمنتاشر نادي انا شخصيا مع النزاهة ومع العدالة التحكيمية ومع ان كل نادي ياخد حقه عايزين المنافسة تكون شريفة عايزين تحكيم نازية الاخطاء مقبولة لكن الاحتواء مش مقبول الاحتواء مش مقبول روح البروتوكول مش مقبولة محدش هيسكت على هذا الكلام مرة اخرى بكرة ان شاء الله فيك تماع طارق الساعة 12 الظهر لبحث الامر بتاع استقالة مارك كلاتنبرج اوكي لو قابلتوا الاستقالة اكيد حيتفقوا مع الراجل لان لو الراجل ده ما اتفقوش معاه انا متأكد ان هو هيعمل مؤتمر صحفي في انجلترا خلي بالحضراتكم هيعمل مؤتمر صحفي في انجلترا وحيقول كل حاجة وبالمناسبة كل الدلائل معاه ومسجل كل حاجة فلجنة الحكام اللي حالية بقيادة الكابتب محمد فاروق اللي هو كان النائب ليه حتستمر لحين التعاقد مع خبير اجنبي لرئاسة لجنة الحكام واتمنى ان الفترة دي ما اتطولش لو سمحتم من فضلكم الفترة دي ما اتطولش واتمنى ان الصوت العالي ما يخوفش حد في اتحاد الكورة احنا مش عاوزين رئيس لجنة حكام يخاف من واحد يطلع عليه التليفون ويزعق له يخاف ويدله الحكام اللي هو عايزه في اي مباراة حتى لو احنا النادي الاهلي بيعمل كده بس النادي الاهلي عمره ما بيعمل كده اتمنى من اتحاد كرة القدم ان هو يقوم بدوره ويوفر الحماية لأي خبير اجنبي هيشتغل في هذا الملف لانه عايز افكركم بحاجة قبل التعاقد مع مارك كلاتنبرج قلنا لكم في هذا البرنامج انه متعاقد مع رابطة الاندية اليونانية واتحاد كرة القدم طلع نفع كلامنا ويقول انه هيشتغل معاهم عن طريق الزوم وانه هيقيم بشكل كامل في مصر وطبعا وللأسف ان العكس هو اللي صحيح انه بيشتغل معنا احنا اللي بزوم فياريت وحضراتكم بتتعاقدوا مع خبير اجنبي للجنة الحكام المرة اللي جاية يكون خبير متفرغ مش متعاقد مع قنوات فضائية مش متعاقد مع اتحادات او روابط امدية برا مصر وبشتغل في 3 اربع عماكر في نفس الوقت وبالمناسبة ده كان ايضا النقد الرئيسي ليه على كلاتنبرج قبل ما ييجي انا قلت انا قلت مع الخبير الاجنبي والحلقات فيديو موجودة انا قلت ان انا بتحفظ على كلاتنبرج لانه بيشتغل في 3 اماكن في ربط الاندية وفي الاندية اليونانية وفي التلفزيون في فوكس سبورت على ما اتذكر وبيشتغل هنا في اتحاد الكور الصعب